مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس الرابع عنوان الدرس لمن سجل الصور هذا قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجو الفيسبوك والإستاذ طاحسين المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس بيونت 1 لسن 4 مكتوب أعلى الصفحة لمن سجلات الصور هذه منطيني مجموعة من سجلات الصور نلاحظ أنه كل واحد بمجموعة من الصور أو بمجموعة من الشغلات اللي يدل على هواية صاحبها فيقول لي من خلال هذا الكلام اللي قال كل واحد من هؤلاء الطلاب تقدر تتعرف على سجل الصور الخاص بكل طالب فهو من أنوان الدرس نبين لمن سجلات الصور هذه اقرأ هذه النصوص وقوم بتوصيل كل سجل صور بصاحب سجل الصور هذا المناسب إلى نبدأ بميسم ميسم شو تقول؟ تقول in my spare time في وقت فراضي I like finding out about other countries أحب أن أستكشف عن البلدان الأخرى I have lots of pictures لدي الكثير من الصور and stamps والطوابع I ask everyone to keep their stamps for me ودائما أطلب من الجميع أن يبقي على الطوابع لي من خلال هذا الكلام ما لاته أنه تحب البلدان الأخرى تحب الطوابع أو صور البلدان الأخرى تقدر تشوف يا سجل صور من ذن السجلات مناسبة لكلام اللي قالتها ميسم على مدى توصلها بصورة السجل المناسب فمن خلال كلامها نعرف أن سجل الصور المناسب لكلامها هو سجل الصور رقم 3 فأكتب رقم 3 أمام النص اللي قالتها ميسم أستاذ ليش قلت رقم 3؟ لأن نلاحظ من خلال الصور اللي موجودة عليه صورة بطريق صورة جبل صورة طوابع لبلدان أخرى فهي مما أن تحب البلدان فهنا سجل الصور المناسب لها سجل الصور رقم 3 وراها تتحدث منها تقول أنا مهتم بالطيور في وقت فراغي ألتقط الصور ثم أحاول أن أكتشف أسماء هذه الطيور من خلال كلام منا نلقي أن سجل الصور الخاص بها أكيد هو سجل رقم 2 ليش؟ لأن يحتوي على صور الطيور بعد باسم يتحدث يقول أريد أن أصبح طييرا أنا جدا مهتم بالطائرات عند فلايينج والطيران لذلك أكيد أنت رح تخمن شنو والشيء اللي أنا دائما أجمعه من خلال هذا الكلام نشوف أنه سجل الصور المناسب لباسم هو سجل الصور رقم 4 ليش؟ لأن في صورة طيارة أغلب صور طيارات أما روان تقول أنا أستمتع بجمع طيارات الصور of plants للنباتات and flowers والزهور from around the world من حول العالم I love the colors and shapes أحب العلوان والأشكال من خلال الكلام اللي قالتها روان يسجل صور مناسب لكلام اللي قالتها روان من خلال الكلام نعرف أنه سجل الصور رقم 1 لماذا سجل الصور رقم 1؟ لأن يحتوي على صور الأزهار اللي بعدها ليس يقول I play it I watch it on television أنا ألعب وأشاهد على التلفاز I go to matches وأذهب إلى المباريات so you know whose pictures I collect لذلك أكيد رح تتخمن ما الصور التي أجمعها هو يشاهد المباريات على التلفزيون ودائما يذهب إلى المباريات إذن يا صورة مناسبة إلى صورة رقم 5 سجل الصور اللي موجود عليه صورة لعب اللي بعدها شي يقول someday في يوم ما عادة ليتحدث I want to go to Africa أريد أن أذهب إلى أفريقيا then I can take my own photos ثم ألتقط صوري الخاصة of the animals للحيوانات for now أما الآن I have to look for pictures and cut them down أما الآن أنا لازم فقط أبحث عن الصور وأقتطعها بنفسي يعني إن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله أنا أروح مباشرة وألتقط الصور أحسن ما أجمعها وأقوم بقصها فشن سجل الصور المناسب لهذا الكلام سجل الصور رقم 6 اللي هي صورة الحيوان أو الفيل فأقول 6 هذا ما يخص كتاب الطالب مجرد نقرأ النص إذن تطوير مهارة القراءة للطلاب الأستاذ رح يختار مجموع من الطلاب كل واحد يقرأ مقطع نص من هذا المقاطع ومن ثم يسألهم يقولهم which scrapbook is suitable for this text يسجل صور مناسب لهذا الكلام اللي قالته ميسم اللي قالته منا اللي قاله باسم إلى آخره مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي وراها ننتقل إلى موضوع جدا مهم اللي هو موضوع التملك يعني أنا قبل ما أشرح تمريد رقم واحد لازم أتعرف هو شنوى التملك بالبداية للتعبير عن التملك يمكن أن نستخدم S التملك وتضاف إلى الأسماء فقط شون يا أستاذ ما افتهمت يعني مثلا أقول هذا كتاب علي شوف هناك الأس خليتها علي من على علي على مود أوضح أن هذا الكتاب المن يعود يعود إلى علي إذن يمكن التعبير عن التملك باستخدام S التملك و S التملك أضيفها فقط المن للأسماء علي مناسها إلى آخرهم إذن علي زبوك كتاب علي هذه الأس دلت لي على أن الكتاب يملكه علي أو أقول So has brother is older than her So has brother أخو سوها شوف هنا أنا الأخو عايد علي من عايد على سوها شون عرفت من خلال S التملك اللي موجودة على سوها إذن لحد الآن ملاحظة بسيطة أنه S التملك تضاف إلى الأسماء ليش أضيف هذا الأسماء على مود أوضح أنه هذا الشيء ملكي تتعود على الاسم اللي يحمل S وراها شي يقول لي يقول لي يمكن استخدام ضمائر وصفات التملك بدلا من الاسم إهنان أنا بدلا ما أخلي S التملك على علي من الممكن أنه علي والأسمال أشيلها أخلي بدالها ضمير تملك شنو أستاذ ضمير التملك مثلا أقول His book This is his book هذا كتابه إذن الهز معناها هاء التملك كتابه أو بدلا من سهة أشيل سهة كلها وأخلي بدالها hair brother hair brother أخوها إذن الهير هي هاء التملك إذن من الممكن استخدام ضمائر وصفات التملك بدلا من الاسم بدلا من الاسم وأس التملك أشيل الاسم وأس التملك أخلي بدالها أما ضمير تملك أو صفة تملك أوقف استاذ شنه هن صفات التملك وشنه هن ضمائر التملك وشن الفرق بيناتهن هركزوا يا أيا My هي هاء التملك ما أفتهم استاذ يعني شنه هاء التملك مثلا أقول My book My book معناها كتابي هاء التملك كتابي بعد His book كتابه إذن هذا هاء التملك Hair book كتابها إذن هي هاء التملك بعد Your book كتابك كاف التملك بعد It's هم ينه هاء أو هاء التملك يعني مذكرة أو مؤنث باللغة العربية هاء التملك لكن لغير العاقل كمثال It's hair It's hair شعره أو شعرها كأن يكون أنا دا أتحدث كمثال عن قطة شعر القطة القطة غير عاقل شعر القطة أقول It's hair شعرها أو شعر الكلب أجل لكم الله It's hair شعره إذن هي هاء التملك لكن لشنو لكن لغير العاقل كمثال Our room غرفتنا شوف هنا Our room غرفتنا هي ناء التملك وبعد Their room غرفتهم هم معنهم التملك طبعا هي هاي ما موجودة باللغة العربية لكن كتوضيح الياء ياء التملك الهاء هاء التملك بس على مدى توضح أنه my book البوك معناها كتاب my book كتابي يعني الماي هي فقط الياء ما التملك his book كتابه مجرد على مدى توضح أنه his هي هاء التملك وهكذا هذن شنسميه هذن نسميه صفات التملك لكن ركز ويايا ضمائر التملك شنو ضمائر التملك تكون مثلا mine يا التملك mine معناها ملكي كلمة كاملة his هاء التملك his هي نفسية تقريبا لكن استخدامها يختلف معناها ملكه her هاء التملك hers ملكها وهكذا yours معناها ملكك وهكذا its ملكه أو ملكها لكن لغير العاقل ours ملكنا و theirs ملكهم زين استاذ شن الفرق بالاستخدام بين my و mine بين his و his بين her و hers شن الفرق بالاستخدام هنا عند ملاحظة تقول يأتي بعد صفات التملك اسماء هاي صفات التملك لازم يجي وراها شنو اسم فما أقدر أقول بس my وأسكت لازم أقول my book my pen my camera my mobile لازم يجي وراها شنو اسم في حين يكون موقع ضمائر التملك في نهاية الجملة ولا يأتي بعدها اسماء طيني مثال استاذ مثلا أقول ركزوايا على هذا المثال أقول this is my book هذا كتابي my صفة التملك لازم يجي وراها شنو اسم البوك هو الاسم اللي يجي وراها نفس الجملة إذا أرد استخدم mine ش رح أصير رح أصير this book هذا الكتاب is mine ملكي شوف اجت في شوف 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 شي يقول لي يقول لي في حين يكون موقع ضمائر التملك mine هو ضمير تملك شوفوا ضمائر تملك يكون موقعها نهاية الجملة ولا يأتي بعدها اسماء تكون في نهاية الجملة وما يصير يجي وراها اسم this book is mine هذا الكتاب ملكي زينا استاذ شون تجينا بالامتحان هس من الممكن يجينا بالامتحان كما في تمرين رقم واحد تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري فحاولوا تحفظون الصيغة وراها نتطرق إلى صيغة ثانية من الممكن تجيك بالامتحان بسؤال القواعد هس بالك وياي اتفقنا أنه mine معناها ملكي yours معناها ملكك hers there's معناها ملكها ours معناها ملكنا و there's معناها ملكهم يعني منطين فقط شنو ضمائر التملك شي يقول يقول سميرة lost her watch yesterday سميرة فقدت ساعتها البارحة so I think لذا أعتقد this watch is فرع لذلك أعتقد أنه هاي الساعة شنو سميرة بنت فأعوض عنها بها ضمير شنو ضمير التملك المناسب إلها هو الضمير hers فأقول this watch is hers هذه الساعة ملكها سميرة فقدت ساعتها ضيعت ساعتها لذلك أعتقد أنه هاي الساعة مالتها ملكها بلال واحد دي يتحدث ويا بلال يقول لها بلال I think this book is فراغ أعتقد بأن هذا الكتاب فراغ شنو الكلام المناسب فراغ دي يحتيو يا بلال يقول له هذا الكتاب مالتك ملكك فأقول له yours yours هي المناسبة وقف الساعة أنت مو قلت في نهاية الجملة نعم في نهاية الجملة شوف هنا هاي نقطة بليل على أن الجملة الأولى انتهت وبدينا جملة جديدة فلا تقول هنا أنا لجدت وراها لا إنما انتهت الجملة الأولى وبدأنا جملة جديدة بعد نعم ثلاثة We took that ball to the beach أخذنا تلك الكرة إلى الشاطئ It's for our إنها فراغ But those boys think it's for our لكن هؤلاء الأولاد يعتقدون إنها فراغ شوية هاي رادلها تركيز إحنا أخذنا طوبة للشاطئ اتعاركنا إحنا وجماعة هم يقولون هاي الكرة ملكنا وإحنا نقول هاي الكرة ملكنا فهو ش دي يقول يقول We took the ball to the beach أخذنا الكرة إلى الشاطئ It's إنها بيتحدث يقول It's ours إنها ملكنا لكن هؤلاء الأولاد يعتقدون بأنها شنو؟ ملكهم فأقول There's الجملة الأولى إنها الكرة ملكنا وهؤلاء الأولاد يعتقدون إنها ملكهم هالا doesn't have a radio هالا ما عدها راديو لا تملك راديو So I learnt her لذا أعرتها انطيتها شنل انطيتها انطيتها الراديو مالتي ملكي فأقول Mine بعد My brothers want to play with the ball أخوتي يريدون أن يلعبوا بالكرة But they won't let me to play with فراغ لكنهم لا يدعوني أن ألعب بي بالكرة الخاصة بيهم فأقول There's بعد النقطة F That pen isn't فراغ هذا القلم ليس فراغ خلنا نشوف نكمل الجملة على المدنة فهمها شخص دي يحتيو يا واحد يقول له هذا القلم ليس فراغ I only learnt it to you أنا فقط أعرته لك إذن هذا القلم ليس ملكك Isn't yours ليس ملكك أنا فقط أعرته لك It's فراغ إنه فراغ بيقول له هذا القلم ليس مالتك هذا القلم مالتي إذن أقول له Mine It's mine إنه ملكي I need it now وأنا أحتاجه الآن I gave this book to Layla أعطيت هذا الكتاب لليلة So now It's فراغ لذلك الآن إنه فراغ الطية الليلة لذلك الكتاب إذن صار ملكها فأقول It's hers إنه ملكها هسا هاي الصيغة الأولى بالامتحان هذا التمرين مهم جدا يجيك على شكل أسقاطات وراها من الممكن أن يجيني بسؤال القواعد شون يجيني أستاذ بسؤال القواعد كمثال شي يقول لي ركزوا يا على هذا المثال يقول This is for a pen هي تجيب ليها وش يقول لي بين قوسين يقول لي My لو mine نانا مخيرك بين my صفة تملك وبين mine ضمير تملك الملاحظة ش تقول تقول صفات التملك يأتي بعدها شنو أسماء ضمائر التملك في نهاية الجملة ولا يأتي بعدها أسماء هنا أنا يجي ورا الفراغ شنو ورا الفراغ يجعني اسم يا هو اللي يجي ورا اسم صفات التملك إذن الحل المناسب لهذه الجملة شنو تقول My pen هذا قلمي This is my pen لكن نفس المثال من الممكن نجيب الكياب صيغة ثانية شي يقول لي يقول لي This pen هذا القلم is فراغ وهم نفس الخيار يقول لي My لو mine أنت حافظ ضمائر التملك وصفات التملك نفس الطريقة هنا بعد الفراغ يجعني اسم لا أستاذ الفراغ يجعني في نهاية الجملة بما أنه يجعني في نهاية الجملة وما أجي وراها اسم إذن أستخدم ضمير التملك يا هو ضمير التملك هنا بهذه الجملة اللي هي mine This pen is mine هذا القلم ملكي وهكذا مع البقية من الممكن ما يخيرني بين mine و mine من الممكن يخيرني بين هير و هيرز نفس الطريقة وحدة صفة التملك وحدة ضمير تملك هذه أستخدم لها ضمير تملك ليش لأن في نهاية الجملة ولم يأتي بعدها اسم إذن أقول هيرز وهكذا إذن من الممكن يجينا بالامتحان بسؤال القواعد على شكل اختيارات مثل ما بهذه الأمثلة اللي حلناها الآن خلصنا التمرين الأول وتعرفنا على التملك طمائر التملك صفات التملك ميزنا بيناتهم شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها الآن ننتقل إلى تمارين رقم 2 قبلها منطيني ملاحظة يقولي Talking about your interests التحدث عن اهتماماتك شلون أنا أعبر عن اهتماماتي ركزوا ياي للتعبير عن الأشياء التي نحبها المهتمين بيها اهتماماتي ونستخدم أحد العبارات إما Love Love معناها يحب أو Enjoy يستمتع أو Interested in مهتم بي أو Like Like همنا معناها يحب نستخدم أحد هذه العبارات يعني هاي الأدوات مالتي ويركز لنا كلش مهم ويأتي بعد هذه العبارات أما اسم أو فعل يحمل ing ما افتهمت استاذ شون يعني هنا أنا أركز وياي طلاب لأن هذا الموضوع جدا مهم هنا أنا أنا أريد أعبر عن حبي كمثال لكرة القدم إيش أقول مثلا أقول I like أستخدم أحد أدوات الحب اللي هي I like football أنا أحب كرة القدم هذه عبرت عن أحد اهتماماتي شوفوا هنا أنا أشقال ويأتي بعد هذه العبارات يا عبارات like يأتي بعدها أما اسم أو فعل يحمل ing الفتبول اسم لكن إذا أريد أقول أنا أحب لعب كرة القدم إيش أقول أقول I like playing ركز ويايا playing football أنا أحب لعب كرة القدم إيش قلت هنا أنا إجدت بعد like فعل يحمل شنو ing إذن يأتي بعدها أما اسم فتبول اسم أو فعل يحمل ing اللي play فعل فش خليت له خليت له ing أضرب لك مثال ثاني كمثال أنا أحب التلفاز فاش أقول أقول I كمثال نستخدم أداة ثانية فاش أقول أقول I love أنا أحب شتحب أحب التلفزيون I love TV لكن لما أريد أخلي فعل إيش أقول أقول I love watching شوف هنا أنا الwatch خليت له شنو ing TV أنا أحب مشاهدة التلفاز يأتي بعد هذه العبارات شوف اللوف شجا وراها أما اسم أو يأتي بعدها شنو فعل يحمل ing التيفي اسم ما أقدر أخلي الing الwatching فعل أخلي الing وراها نجي نتعرف على القاعدة شو تقول تقول I like أو I am interested in أو I enjoy أو I love نستخدم أحد العبارات يأتي بعدها شنو أما اسم أو فعل يحمل ing هنا نركز ويايا كمثال I like tennis تنس اسم ما أخلي الing مجرد عبرت عن حبي لرياضة التنس I like تنس أنا أحب التنس I enjoy art أنا أحب الفنية بعد I am interested in cooking أنا مهتم بالطبخ شوف interested in يأتي بعدها فعل بما أن فعل لازم شأ خلي له ing إذا اسم يبقى على حالة إذا فعل يحم ing I love writing stories أنا أحب write فعل شأ خلي له ing أنا أحب كتابة القصص شوف هنا نركز ويايا يا طلاب هنا هذي الفعل نخلي له ing شنسمي جرانز جرانز هو الاسم ركز ing للفعل يعني فعل زائد ing هذا الفعل زائد ing شنسمي جرانز جرانز هو الاسم الذي ينتج عن فعل يحمل ing ما افتهمت مثال شون يجينا بالامتحان وشلون أقدر أجاوب عنه ركز ويايا كمثال قال لي من الممكن أنيأتي هذا الموضوع في الامتحان بصيغة التالية قال I like play low playing low to play play فعل مجرد ما بأي إضافة playing bing to play b2 زائد مجرد إش قال استاذ طه قال like يأتي بعدها أما اسم أو فعل يحمل ing يجي ورا فعل مجرد لا استاذ ما يجي ورا فعل مجرد يجي ورا 2 لا استاذ ما يجي ورا 2 يجي ورا فعل يحمل ing نعم إذن الاختيار المناسب هو الفعل اللي يحمل ing عبر عن اهتمامك about watch tv عن هذه العبارة watch tv watch يشاهد هذا فعل tv تلفاز هذا اسم منطيني فعل واسم تخيل انه انت تحب التلفاز عبر لي عن حبك لمشاهدة التلفاز شا تقول ل بكيف تقول ل i like تقول i am interested in تقول i enjoy تقول i love بكيف كمثال انا استخدم قاعدة او اداة i love اقول i love استاذ يجي وراها يجي وراها اما اسم او فعل يحمل ing هو ش انطاني انطاني watch watch فعل اذا watch فعل لازم اش اخلي اخلي ing انا احب مشاهدة التلفاز بعد مثال اخر انا مهتم ب read stories قراءة القصص منطين الفعل read بين قوسيا وش يقول لي يقول لي هذا ترى الفعل خطأ correct شنو معنى correct معناها صحح ليا هما نرجع استاذ طهش قال قال i am interested in شبيها يأتي بعدها اما اسم او فعل يحمل ing read فعل بس هنا انا منطين مجرد لازم اخلي الى ing اذا الحل ما لتي شنو فقط اخلي ing للفعل read i am interested in reading stories انا مهتم بقراعة القصص تصححت الفعل مثل ما طلب من عندي زين استاذ باقة جملة تريد تنزلها او ما تريد تنزلها ماك مشكلة انت اهم شي ان تصحح الفعل هذا ما يخص موضوع التعبير عن الاهتمامات هاي القاعدة يجب حفظها لان مهمة جدا بالامتحان عرفنا شون تجيك بالامتحان على شكل اختيارات او على شكل عبر عن الاشياء التي تحب ها ولا تحب ها ركز ويا ورا هاي يقول tick the option that is not correct اختر الاجابة التي هي ليست صحيحة مو اختر الاجابة الصحيحة هالمرة هذي صيغة جديدة يقول اختر الاجابة الغير صحيحة اش اقول اي like اي like معناها انا احب اش يجي وراها اما اسم او فعل يحمل ing فتبول اسم هذي صحيحة ما اريدها هو يقول اختر الاجابة غير صحيحة اجي وراها اسم هذي صحيحة i like playing فتبول هاي هم صحيحة ليش استاذ صحيحة لين فعل يحمل ing اذا الاول او الثانية صحيحات انا لازم اختار الاجابة الغير صحيحة i like play football i like يجي وراها فعل مجرد لا استاذ ما يجي وراها اذا هاي اجابة خاطئة اذا نخلي عليها صح اذا هو يقول لي اختر الاجابة الغير صحيحة اختارت الاجابة الغير صحيحة i am interested in انا مهتم بي ركز ويا شي جو راها اما اسم او فعل يحمل ing science علوم اسم هذا صحيحة انا مهتم بالعلوم هاي اجابة صحيحة finding out about science انا مهتم باكتشاف العلوم finding فعل يحمل ing هاي صحيحة يأتي بعدها فعل يحمل ing i am interested in do experiments do فعل مجرد interested in يجو وراها فعل مجرد لا هذا اجابة خاطئة لذلك هي اختار الاجابة الخاطئة i enjoy انا استمتع يجو وراها فعل ing هاي صحيحة playing sport play sport فعل مجرد هذه الاجابة خاطئ لذلك اضع عليها صح انا احب الرياضة نعم انا احب الرياضة هذه اسم اذا هاي همين صحيحة فالاختيار الامثل هو الثاني she likes هي تحب ش تحب read فعل مجرد هذا خطئ اذا اخلي علي صح تحب القراءة نعم هذه صحيحة تحب قراءة كتب فالثنينة يحمل IG هذن الثنينة الصحيحة اذا اوضع خط على الاختيار الخاطئ مثل ما طلب من عندي هذا ما يخص تمرين رقم اثنين هذا التمرين غير مهم مجرد نشاط صفي على مددرب على استخدام شنو العدوات المتعلقة بالتعبير عن الاهتمامات الان ننتقل للتمرين الثالث او رقم وحاول تعرف شنو اهتمامات ذول الاولاد شنو الشيالات اللي يحبوها بعد ما تقرأ وتستنتج من هذا المقطع النصي فنجي نقرأ المقطع النصي ونحاول نعرف شنو اللي يحبوها هؤلاء الاطفال يقول لي I am in a team أنا في فريق We have training on Monday لدينا تدريب يوم الاثنين evening مساء متعة عظيمة but we have to work hard لكن علينا أن نعمل بجد شنو الشي اللي مهتم به هاي البنية من خلال المقطع النصي نقدر نستنتج انه هاي البنية تحب الفوتبول فوتبول كرة القدم she is interested in الفوتبول هي مهتم بكرة القدم شوفوا interested in اجا وراها اسم استاذ اقدر اجاب اجابة ثانية نعم تقدر تقول playing ركز وياها playing فوتبول هي تحب لعب كرة القدم اللي playing شخلية لهم لعنها فعل الشخص الثاني يتحدث يقول كل اسبوع لازم اسوي اكل لكل العائلة اختار بلد مختلف كل اسبوع وأفكر او استكشف عن الاشياء التي سوف يأكلوها انا احب عمل هذا الشيء لكن عائلتي جدا صادقة اذا ما حبوا هذا الاكل اللي سويت سوف يخبروني اذا هو يحب الطبخ فأقول هو يحب الطبخ فعل اخلي الانجي الشخص التعرف يقول انا في الطائرة تطير عاليا في السماء المدرب او الشخص المسؤول يفتح الباب ننظر الى الاسفل ونرى العالم اسفلنا انه جدا مرعب اذا هيا شه تحب او شن اللي تستمتع بالقفز من الطائرة هاي رياضة القفز من الطائرة فأقول جومبينج القفز out of the plane القفز من اعلى الطائرة هذا ما يخص تمريل رقم 3 كذلك هذا تمريل نشاط صفي للقراءة وديدربني اكثر على استخدامات الوفد الانترست اللي اخذناها كادوات بموضوع التعبير عن الاهتمامات الان يقول لي write another paragraph اكتب مقطع نصي اخر ask your partner وحاول ان تسأل زميلك على موض يخمن شنو الشغلة اللي تحبها انت احكي لي عن نفسك شنو الشغلات اللي تحبها حاول تكتب عن نفسك الاشياء الامور اللي تثير اهتمامك تعبر عنها ومن خلال هذا المقطع النصي زميلك يقول لك انت ش تحب تحب كرة القدم تحب التنيس الى آخر فكمثال الطع اللي بي يعبر عن نفسه يقول كمثال i like going out on saturdays انا احب الخروج ايام السبت اللي هي ايام العطل i am interested انا مهتم بمن in fashion بالأزياء i enjoy looking for انا استمتع بالبحث عن new clothes عن الملابس الجديدة فهنا انا كمثال اضطيت هذا المقطع النصي البسيط انا احب اضطع بالأيام السبت دائما اهتم بالفاشن بالأزياء i enjoy looking for new clothes احب البحث عن الملابس الجديدة اقرأ هذا النص الزميلي وزميلي يحاول يتنبع بالشغلات اللي اهتم بها فكمثال اقول you like انت تحب shopping التسوق كمثال هذا ما يخص تمرين رقم اربعة كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير او امتحان الشفوي انا مجرد يريد اطور مهارة كتابة لدى الطلاب باستخدام الادوات اللي اخذناها للتعبير عن الاهتمامات هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بموضوعين مهمات جدا بالامتحان التحريري الموضوع صفات التملك وضمائر التملك اعرفنا شون يجينا بالامتحان وكذلك اعرفنا شون نجاوب عنه اخذنا الملاحظات مالته اخذنا التمرين المتعلق به تمرين اسقاطات كذلك مهم بالامتحان التحريري ووراها اخذنا موضوع التعبير عن الاهتمامات اعرفنا شون يجينا بالامتحان شون نجاوب عنه اعرفنا شون عدوات التعبير عن الاهتمام اللايك اللوب الانجوي الانترست الان يأتي بعدها اما اسم او فعل يحمل انجي حاول تكتبون هاي ملاحظات بالدفتر لانها ملاحظات مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او استفسار او او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة